يستمر الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية تابع له باستخدام سلاح المياه ضد المدنيين في شمال شرق سوريا عامة ومدينة الحسكة وريفها خاصة وذلك بقطع المياه عبر وقف الضخم من محطة آبارع اللوك التي تعتبر المصدر الوحيد للمياه في المنطقة فمنذ الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي وقف الاحتلال وفصائله الإرهابية تشغيل محطة المياه التي تغذي الحسكة وريفها الشمالي على مر الذي يودد حياة أكثر من مليون نسمة بما فيهم عشرات ألف النازحين ومع استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب يضطر سكان الحسكة وريفها للاعتماد على مصادر مياه غير آمنة ما يشكل خطرا جسيما على حياة انفضى الانتشار فيروس كورونا في السياق أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها تعمل على إيصال مياه الشرب إلى مدينة الحسكة بتكلفة تصل إلى خمسة ملايين دولار أمريكي وقال جوزيف لحده الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية أنهم يعملون على جر مياه نهر الخابور ووضعها في بحيرة الحمة القريبة من الحسكة لتأمين مياه الشرب للمدينة من جانبها شار علاء العمر الرئيس المشترك لمجلس مدينة الشادادي إلى أن مديرية المياه في الحسكة بدأت بترميم محطة الصور بريف دير الزور الشرقي لاستجرار المياه من نهر الفرات إلى الحسكة وكانت مديرية المياه في الحسكة قد انتقدت صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حيال استمرار جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية في قطع المياه عن نحو مليون نسمة بمدينة الحسكة وريفها